موضوع الحكام هو موضوع مسير للجدل دائماً على فكرة مش هو مصر بس في أي حتة في الكون بما في ذلك الدولة الإنجليزية والأسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسي الدوليات الخامسة الكبرى موجود إصارة للجدل موجود اعتراضات على التحكيم موجود أزمات تحكمية موجود أخطاء تحكمية طبعاً أحياناً نبالغ جداً في انتقادنا للحكام نبالغ جداً في الهجوم على الحكام آه صحيح آه صحيح في أخطاء أحياناً بتبقى أخطاء ما ينفعش تحصل بتبقى أخطاء أحياناً بتبقى مستفزة بتدايق بتنرفز بتخلينا نحس إنه لا ما كانش المفروض الأخطاء دي تحصل بس برضو برضو خلينا متفقين إحنا عارفين وواصقين كلنا في نزاهة الحكم المصري أنا مش بقولك إنه الحكم المصري أفضل حكم في العالم ولا أفضل حتى حكم في المنطقة ولا في الكارة مش هقولك كده عشان ممكن الكلام ده ما يعجبكش بس اللي أنا واصق منه وأعتقد حضرتك واصق منه إن الحكم بتاعنا نزيه طيب هي الأزمة فين؟ الأزمة إنه إنت لما تقعد توطر الحكم تضغط على الحكم أنا بتكلم على مسؤولين في أندية أو حتى جماهير بينزل مضطرب متوتر الآن خايف ده بيأثر على قراراته سواء ضدك أو لصالحك بس هيأثر على القرارات هو إيه الفرق من الحكم المصري والأجنبي؟ آه صحيح في بعض الأمور الفنية والتأهلية وأمور كده كثيرة ممكن تخيل الحكم الأجنبي أحيانا أفضل من الحكم المصري أحيانا مش كل الحكم المصريين أقل بس هو جاي مش مضغوط هو جاي مش الآن إحنا نفسنا متأهبين ومتطمنين إن الحكم ده حتى لو غلت مش هنشيل هم بقى أصله أهلية ولا زمال كاية وأصله قاصد ولا مش قاصد مش هنقد نفكر بالتفكير ده كبيرنا هنقول ما يقصدش غلطة وتعدي وأخطاء التحكيم جزء من متأكورة القدم هنقول كده كلنا بصراحة بس الحكم المصري لما بيغلط ينهر يسوي ما بينسبوش بقى ما بينسبوش خالص وصل الأمر وصل الأمر بينا إن إحنا أو مش إحنا بعض الناس أو مش بعض الناس شخص موتور مؤذي يفبرج تسجيل صوتي لحكم في مباراة عشان يحطه في مواجهة مع جماهيره ليه الأزمة إحنا بنخترع كمان أزمات ما كفاء اللي عندنا ما شاء الله يعني بنقفل هنا تفتح لنا هنا بنقفل هنا تفتح لنا هنا مش نخترع أزمات مش نخترع حاجات تخليها نهجم وننتقد الحكام على الفادي وعالمليان حلو لما يبقى انتقاد منطقي لأمور فنية نقول والله الحكام زي ما بننتقد اللاعب والمدرب وحرس المرمى والإدارات الأندية ننتقد حكام عادي موجود من اللعبة لو أخطأ أخطأ خطأ فني ما فيهوش تركيز أو ما فيهوش قدرات فنية هو متطور فيها ننتقد بس ما نوصلش لمرحلة الفابركة كتير كده إحنا كده وصلنا للبيك أو لأقصى نقطة من الهزل منفعش ده اللي حصل مع الكابتن إبراهيم نور الدين في المباراة للنادي الأهلي طلعه له تسجيل انه هو بيقول لحكم الفار مش عارف انه الخطأ مش حقيقي وحكم الفار بيقول له لا الخطأ حقيقي وقلبي يتجدله في الوقت ده أصلا أنا كلمت مع الكابتن إبراهيم نور الدين بصراحة عايز أفهم أنا عارف انه كلم ما حصلش بس قلت يعني يمكن فيه جزء من الكلام مثلا حصل مثلا يعني نتأكد ده شغلانتنا نتأكد ما نقولش انه غلط وخلاص أول حاجة وهو أكد هالي وحلي انت مش سمع صوتي في التليفون ده مش صوتي خالص وفعلا هو مش صوته خالص التسجيل المصرب ده تاني حاجة ودي الأهم ودي الأهم في بروتوكول البار مفيش منقشة بتحصل بين الحكم اللي قاعد على البار وحكم الساح مفيش منقشة بتحصل أبدا بمعنى إيه بمعقوده الكلام ده على لسان الكابتن بريب نور الدين وتأكدت من أكتر من حكم ومن لجنة الحكم تأكدت تماما انه الحكم بتاع البار يقول للحكم اللي موجود في الملعب الكرة فيها شك تعال أشوف بس قرارك يعني هو كده قرارك محتاج مراجعة تعال أشوف بس مش يقوله بقى إيه دي شكلها فيها زقة دي شكلها فيها تاكلينج لأ دي أصلي مش عارف كان بيشاوله بأيديه كان مش عارف بيغبطه بدماغه مفيش الكلام ده المناقشات دي مابتحصلش هو أصلا حكم البار مالوش انه يناقش حكم الساحة في القرار هو بس بيقوله ارجع شوف بس فالكلام حتى مش منطق مش عاقل طيب هتقول لي يا سلام طيب ممكن حكم البار بمزاجه يتناقش معاه ممنوع كل اللي بيحصل في غربة البار مسجل وبيروح لاتحاد الكورة ممنوع ممنوع بقرار الاتحاد الدولي ممنوع او لجنة التحكم الدولية ممنوع مفيش منقش كلام مش منطقي أبدا واتحاد الكورة عشان كده أصدر بيان ونفى فيه هذا الأمر وأكد عدم صحة التسجيل الصوتي المصرب فيما يخص الكابتن إبراهيم نور الدين كلام مش منطقي وكلام مش حقيق كلام كان عن مباراة الأهلي والجنى اللقطة بتاعت حسام حسن واللي كان فيها شك بضربة جزاء حكاية ده نصر بيان قدام حضراتكم حكاية بدون لازمة عارفت اللي هو بنخترع أزمات نخترع نخترع ولقى اللي كسب المباراة وخلصت الحكاية وعلى فكرة كابتن جاءت جريشة كان معايا وقال إن ضربة الجزاء صحيحة وكابتن إبراهيم نور الدين خانوا التوفيق فيها ماشي ماشي خلصنا مش عايزنا تتكرر من الكابتن إبراهيم ومن غيره من الحكام لو هي فعلا لو هي فعلا ضربة جزاء هو ضرق كابتن جهاد وكابتن إبراهيم نوردة على فكرة كنت بتكلم معاه هو برضو شايف إنها مش ضربة جزاء أو شايف قراره صح وبالمناسبة قال إنه بعت الحالة لتحدي الدولي كورة القدم عشان يتأكد هو قراره صحيح ولا خاطئ وقال لي إنه هقولك بعد كده رد لتحدي الدولي بخصوص هذا العمر موسيقى